أمين عثماني هل تعتقد بأنه اليوم تاريخ 12 ديسمبر بإمكانه حقيقة أن يرسم معالم الدولة الجزائرية الجديدة هذا بالنظر إلى مجمل الضمانات اللي كانت من أجل أن نضمن أنه هاته تاريخ 12 ديسمبر يتجسد على أرض الواقع شفنا المترشيحين الخمسة لأول مرة لا ربما في تاريخ الجزائر كذلك كثير من الجزائريين وقل لك ما نعرفش منه هو الرئيس القادم وهذا الشيء اللي يخلي أنه اليوم ثقة المسئولية رح تكون على عاتق الجزائريين قبل أن نبدأ لسؤالتها أكبرك هو الفصل بين السلطات وكانت سلطات شرعية عندك مجل الشعبي الوطني قوي ومبني على شرعية وعلى كفاءات لأنه المورد بشري كين وكانت سلطة القضايا مستقلة وكانت سلطة تنفيذية تعرف مضربها ستقيني في إطار الفصل بين السلطات كان عملية الرقابة ما كانت تروح لجل التجاوزات هذه ومن الحقوة الشيء هذا لأنه كانت سلطة تنفيذية مهمينة وهذه دولة المؤسسات دولة الشخصنا دولة الزعيم دولة الرجل هذا من جهة دون قضية هو احترم القانون تبير قانون لا أكثر الأقل أما يعود للشخص سؤالتك أنا في تصورية الآن الجزيرة هو تحدية وحتمية موش اختيار اليوم كين خمسين ترشحين حتى ساعة أنا معلمه قبرت 24 ساعة ما زال ما نعرفش كوننا موالفين مشوا بالععز موالفين غالجة تليفون خليه باش شعب يفهم اليوم يكذب عليك شعب روح خير بكل أمانة بلغة العقل من تراه الأسلب الأنسب الأصلح لهذا الوطن يا سيدي مام أنا كنت نتمنى مام لأنه العملية السياسية باهت تعطي المشروعية هي وسيلة الانتخاب دونك مامي لما كنتش موافق يا سيدي عبر بمت ولكن روح انتخب على أساس أنه هذا هو السلوك الحضاري المتفق عليه هنا في نظري اليوم نعيش إذا استعملنا بجغرافيا سياسية أو بحكم طبقة سياسية طبقة سياسية أنا غالب مغلوفة أمرها ما كانش عنها طبقة سياسية في مستوى حجمها يجب أنهم تلعب دورها في فترة من الفترات لأنه كثير يقول لك أن محطة طبقة سياسية تحمل جزء من محل مع أنه وقت خلينا نقول التشكيك ونحمل المسئولية ولنقل المسئولية على عاتق آخر فات خلينا في مرحلة جديدة صفحة جديدة نحو جزئر يفو أكسي بتصور لوتو كريتيكاً معك طبقة سياسية كانت أو تخط مجتمعي لأنه فينات مطاف ما كانش طبقة سياسية كانوا جهازين صناعة القرار تكون خارج ذلك الجهازين وترسيم يكون بشكل شكري قرار كان أكولت كان سلطة سميها غدو سوريا سلطة خفية سلطة الواقعية الفعلية ذاك الوقت سميت بالقوى الغدو سوريا كانت تشكيلات خلينا نقول سوريا بعض الأحزاب ولكن كان في طريقة تنشئ السياسية تيطالب بالديمقراطية ويلا تؤمن بالديمقراطية يعني نفس الوجوه نفس اللي زمن هاو الأستاذ هاو مش شباب صغير فينا بل لك شاف هم الوري بلون شاف هم هون كولير يعني نفس الوجوه كان صغير شاف وكبرل كان من نفس الوجوه تضنك موش من حقك طالب بالديمقراطية وانت أصلا في المعارضة لا تؤمن قبل مطالبة الشي لازم أنت تكون خدوا في الشياء نونك هذا المناخ كان مقصود والإفرازات أنه هيملت دولة الزعيم بلوت الشخص نونك في نظري يجب فتح الوراشد من بينها منظومة حزبية وانخراط أنا 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 أشجع انخراط اليوم شباب يجب أن ينخلط في العمل السياسي سنتحدث كذلك عن عن الشباب سيد لامين عثماني ودوهم في المرحلة المقبلة حسن نفهم يتعلق بشباب الحراك إلى غير ذلك